اللي بعدك تتكرى على الله انت عم تسلم الوردان اللي بعدك على طولة بس هلا تتكرى على الله ويوفق العجل ده زود العجلتين مات ياضي ينفع كده معلم اه تحاسب السوائم في عز الدور وتاخد الاراد مش خايف لانسبك يطب عليك فجأة ويعرف اللي فيها يا عم انا لو سهلا بيه همدي ايدي كده قدامه واعمل نفسي بديه لك وده يصح برضه يا زميل طب الراجل وغريبه عا نضحك عليه ينفع انت كمان تضحك عليها يا ابن حتيتي ما يغلوش عليك يا صاحبي وفيها ايه يعني ده احنا اولاد حتة واحدة يا اخي وملنا واحدة وليه يا زميل الحدها بترمي كتاكيت يا عم فيها ايه لما ترمي نص الكتاكيت لصاحبة محبة وجدعانة بتشرب ايه هات بقى ده لسه بيقول ايه هات بقى جدري يا جدري يا جدري خش يا عم اللي معلمك غريب جرده لقاها يا سادة عشان يركزوا فوق في الكلمتين اللي حنترشهم دلوقت مع بع حناية بس المعلم غريب بقى بيشربها في لافيو ومالو يا سيد يشربها المرة دي سادة عشان خاطري وعشان ما ينامش سادة سادة يا معلميني فيها بقى على الصبح البقين دول بجد ولا بهزار ما تفهمنا هي العبارة العبارة تنفع برضو من غير الشهودة زميل يا اهل الحارة يا معلمين يا استوار يا رجالة يا معلم سيد احضرونا يا خل احضرونا يا عالم احضرونا يا اهل الحارة عشان هتحقوه باني وباني المعلم غريب بناحتتي يا عم اللي شيد السباح ده انت هتعيج علينا الفصل ايه حصل ايه؟ حصل كل خير ان شاء الله انا والمعلم غريب ولاد الحتة دي يعني اولادكم وانتو اهلنا ومش عيب عملا لما الولاد دي يختلفوا مع بعض يطلقوا مشهورة اهل حتتهم صح هو ولا لا اهل حلوه اوي بصوا بقى في الولاد ده كويس ودققهم وانا هحكي لكم كل اللي حصل بيني وبين المعلم غريب من طاطع لسلامه عليكم خد يا اصدق فضل يا معلم خد يا معلم وهي المشكلة ان اقتنع ولا لا المشكلة هنجيب الاربعين مليون من اين معنى كلامك كده انك موافقة ومقترحة ايه بقى خلاص خلاص ايه هنجيب الباقي منين انت هتدخلي بالاربعتاشر مليون بتوعك كلهم هلا ومالك تخضيتي كده بنت كنت هتبعزعهم على الفاضي ما علينا انا معايا مليون ونص غير الاثنين وعشرين نصيب فورسة عم نوح اللي يرحمه يبقى كام ماعرفش حسبي انت انا واسقة فيك يبقى ثلاثة وعشرين ونص زين لاربعتاشر من توبعك يبقى سابعة متلاتين ونص استنى أربعة وعشرين ونص خمسة وعشرين ونص ستة وعشرين ونص انا ما الثقة عديتي خدوط سبعة وتلاتين ونص كده يبقى فاضل من غير ما انت حسبي فاضل اثنين مليون ونص اخد من الوضع علي ابن مليوني يبقى فاضل مليون ونص طب ودول هتجيبهم ازاي؟ منتهيل انا لو اميلت على نبيل راجح المحامي صديق عمري مش هستخسرهم فيه مرش يا عيوب مرتبة كلاس خمسين جنيه الشهر ده ولا يهمك يا استاذ لو الفلوس لازمك اجمعهم لعلى منطب الشهر الجاي ده كفية السواب اللي الواحد بياخده هو جنبك اصيل والله يا عيوب با ديزنس ياتك صد ورطية ويا ما تخنقنا وقطعنا بعض عشان فلوس ورهنات بس بنرجع نطرادة ونبقى حبايب زي الاول واكتر كمان بس لمؤاخذة المرات الدين مش قلية مش مية ولا خمسين جنيه حصبر عليهم وهقول بكرة ولا بعده دول مية وخمسين الف جنيه يعني لمؤاخذة الحرة تقعد تعمل فيهم جمعيات عشر سنين قدام عشان تعرف تجمع نصوك ويجيبلك الفلوس دي مين بس امعلم ولا اوه اعرف ومطنش ولما اخذة اللي عند الهاني موقته مش قلي يا اخي كفايات جرس وفضايح بقى هي حصلت تجيب صورة اخته في موضوع زي ده قدام اهل الحتة اسمعوا جماعة الحكاية بالظلطة بما يرضي الله انا اولوقتي ده اللي كنت فكره صاحبي دردنا الكام واصلي اللي وراه لكو دول عشان نعمل بهم مصلحة حلقتي وننصب عليها فلما تده املي هديله خمسة في المية من المابلغ ومطمع والجيش اعمالها قلبه وتصعر وعايز ينقشني بعد العشرة والعش والمال وكمان طمعان في الكام توكتوك اللي جاب املي جزوكت عشان استرزق منهم امه والموبايلين بقى بعد ما نلعبها يا سهوة يرديكم يلعبها هو عليا وياخد العشرة صايمة عوشوا بالله ايه ما تردوا ما تتكلموا ما تتكلموا يقول ايه ايه ماشا يبقى ايه ربنا يحرقكم بجاز وخلص الحد تمانكم اسطر يا رب هادي يا خرطة صايمة يا حد كل اخته عاجبك كده فضحتنا وجبتناك كلام من غير لازمة قدامها للحطة عاجبني ومش هسيب حق يا غريب وقدامك موضة لحد بكرة يا تديني التكاتك وخطين موبايل واقطع الوصولات يا روح النيابة بالوصولات واحباسك بيهم بتعارف انك واطي وزاد على كده انك زبالة والخيانة اللي في قلبك تكفي القطط اللي في المنطقة العربية كلها بلازمة يا غريب معقولة كل ده في مصر بتعمل ايه عندك بس حرام عليك تعالى بقى حاضر يا حبيبت من عناية الاثنين اخلص بس شوية الشغل فيديو اجيلك هوا انا هدرة اخر عليك يا سلام وكل المدة اللي فاتة دي ما كانش تأخير يعني غزب عني والله يا روحي هو انا بشتغل عشان ايه مش عشان قلق بيكي عشان عايشك في المستوى الاجتماعي اللي انت عايشة فيه مستوى ايه انت بتتكلم عنه انا فلوسك كلها تحت امر هي اللي قالتها بلساني انا بس ابنيش لوحدي فلوس ايه دي اللي تحت امر يا حبيبت الفلوس دي لو سمحت فلوسك انت انا من عيلة برضه وعارف الاتزامات اتجاه شركة حياتي معلش حبيبت فيه حد من العمل اللي على الويتنجم هكلمه واطلوبك تاني حالاتوش ايوه ما تتكلمش حسان ما تذيب فورك ونقدر يلا حبيبت باي باي ايوه انهار ايوه انا جاي في السكة هاو يعملينه اهوه تاني على ماجه بقولك انهار وانتو عادين فين ايوه برافو عليك يا حبيبت انا عارف ان كنت بنت بلد وعارف الاصول بس انا بغير عليكي طيب كويس ديها واحدة يكون عندك مع السلام واحد تفضل يا أستاذ حامد الاهو ملوش لزوم يا هيني ما انا شربته قبل كده يا خرابي انت عايز عبدالبديعبي يزعل مني؟ انا لا يمكن اعزعل من روح قلبي امنا مساء الخير مساء الخير يا فن اسمح لي اقدم لك نفسي انا عرف كل حاجة يا أستاذ حامد انتفضل استريح اعودي عنهار حاطر حاطر اسمح لي اقولك ان انا مش عاجب من الرقم اللي عرضت عليها طيب انا ممكن اعرف ايه اللي مش عاجب ساعدتك فيه بزبط الهانم لما عرضت علي الفكرة انا حابيت اعرف التفاصيل اللي واعرف الاسعار اللي عرضتها عليها طيب تمام لا تمام ولا حاجة يا سيد حامد الأصل زي ده ما تأجرش اقل من عشر تلاف جنيه في اليوم لا 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 كلام ده مش صحيح او ده عقد بس ما تتحميش قوي عشد الاف ده كمان لما تبقوا ضغطين على الراجل او هو مجاملكم بس هي دي مية التأيير ايه بس المبلغ ده مبلغ فيه حبتين عموما ان الرقم ممكن نرفعه من سبعة تلاف لسبعة تلاف ونصف اليوم وملك جاي على نفسك قوي كده انا خليه انت من تلاف عشان خاطر الهانم لا اصيبك من الهانم محليك معايا انا انشاء الله يخليك اليوم ما تحرمش منك يسعر بزيطين خمسي يا الله